يعني أنا تشرفت بخدمة أهل الكويت من خلال مجلسين اللي هو مجلس 2009 ومجلس 2013 كان عندي اهتمام بعدد من القضايا التي تهم الشعب الكويتي بشكل عام كانت من ضمن القضايا التي يهتم بها قضايا حقوق الإنسان والمساواة والعدل لذلك من أهم الأعمال التي قمت بها هو منذ البداية قمت بتقديم اقتراح بقانون لإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان والحمد لله تحقق هذا وأصبح الديوان الآن قائم وفي مسؤولين ويمارس دوره ليس كالوجه الذي أنا تمنيت لكن يعني أن يصبح لدينا ديوان لحقوق الإنسان أفضل من لا شيء اهتمت ببعض القضايا الإعلامية في تحسين مستوى الإعلام لما للإعلام من أهمية كبرى يمكن من ضمن الإنجازات التي قدمناها قانون الملكية الفكرية والحقوق المجاورة طبعا هذا القانون هو مهم بالنسبة للفنانين والأصحاب المواهب والأفكار الذين يؤلفون كتبهم وإبداعاتهم هذا مهم جدا يحفظ لهم حقوقهم الحقوق هي التي تصنع ثروات لأمثال هؤلاء المبدعين بالإضافة إلى عدد من القوانين كان محل الاهتمام في الفترة المقبلة لدي اهتمامات مختلفة تتعلق بالشقين الشق يكون في محاربة الفساد لأننا وصلنا مرحلة خلاص يعني زمان كنا نسمع عن وجود فساد الآن أصبح الفساد ظاهر للعيان الآن الفساد الكل يتحدث به ويعرف ويشير إلى الفاسدين ولكن بعضهم للأسف عبر القضاء لا يتحقق شيء لذلك بعض القصور التشريعي سوف أقوم بمعالجته مباشرة عبر تعديل على بعض القوانين القوانين الخاصة بمكافحة الفساد هيئة مكافحة الفساد القوانين الخاصة بغسيل الأموال وما إلى ذلك حتى لا يفلت مجرم يعبث بأموال أهل الكويت هذا من جانب من جانب آخر هناك بعض القوانين التي نحاول من خلالها أن نعطي حرية سقف حرية أعلى بالتالي سوف أقوم بتعديل على قانون المطبوعات من أجل أن أزيح من عقوبة السجن والاكتفاء بعقوبة فقط العقوبة المالية والتحرر من بعض النقاط في هذا القانون التي شكلت عقبة أمام الشباب الكواتيين الذين يتعاملون عن طريق التويتر والوسائل الاجتماعية الأخرى بعضهم تم تقديم قضايا كثيرة عليهم فالقانون على التعديل على قانون الجرائم الإلكترونية هو في الأصل تعديل على قانون المطبوعات الذي للأسف في يوم من الأيام مجموعة من النواب وهم نواب محسوبين على المعارضة قاموا بإدخال عقوبة السجن في هذا القانون لذلك سوف أعالج ما أخطأ به سوف أقوم بعلاج ما أخطأت به المعارضة من فرض سجن في قانون المطبوعات الذي انعكس على قانون المرئي والمسموع وبالتالي انعكس على أيضا قانون الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى ذلك بالإضافة إلى ذلك هناك اهتمام برفع مستوى المادي للعائلة الكويتية ورفع كل ما يثق الكاهل الأسرة الكويتية من خلال أن يكون هناك دخل إضافي جديد للأسرة الكويتية مثل السماح للمتقاعدين بالعمل واعتبارهم كمستشارين الاستعانة بهم كمستشارين لأن لدينا كفاءات كثيرة رجال أكفاء من مختلف التخصصات سواء من الجيش أو الشرطة هؤلاء حرام يكونون جالسين في البيت بهذا الطريقة لا يخدمون مجتمعهم بإمكان وزارات الدولة أن تتعاقد معهم كمستشارين والإكثار من هؤلاء على حساب العنصر غير الكويتي الأجنبي الذي يخدم في المؤسسة أو يخدم في المنظومة العامة للإدارة العامة إضافة إلى ذلك هناك رؤية للتوسع بالشركات المساهمة ومن خلالها تصرف الدولة مبالغ معينة تشتري أسهم باسم المواطنين هؤلاء سوف يستفيدون من هذه الأسهم بعد فترة مثل خمس سنوات أو ست سنوات وتكون من صالحهم وبهذه الطريقة يرتفع مستوى دخل الأسرة الكوتية بالإضافة إلى الوقوف بشكل يعني واضح وقاطع أمام أي تصرف حكومي يمس جيب المواطن هناك قضايا كثيرة أولا المواطن الكويتي يريد أن يطمئن على ثروة بلده المال العام يريد حمايته المال العام يريد أن يتبعث يمين ويسار المجاملات على حساب الكويت التهديد الحكومي دائما بالميزانية وما إلى ذلك ومن حق الشعب الكويتي أن يكون على الطلاع بكل الحكومة فلتواجه بشفافية مطلوب من الحكومة وواجب الحكومة أن تكون شفافة بالتعامل المالي وكيفية صرف الموازنة العامة من غير المعقول شعب غني مثل شعب الكويت للأسف يمر بضوائق مالية كثيرة والحكومة الكويتية تفرج كرب كثيرين في أسقاع بعيدة من الأرض ثم لا تفكر بهذا المواطن إذا كانت تدعي بأن مثلا إسقاط القروض ليس به عدالة فمن العدالة أيضا أن تعين كثير من الأسر الكويتية لزيادة دخلها أعتقد هذا أمر عادل جدا فلذلك لا مناص من التعامل مع زيادة الأسرة الكويتية من الناحية الاقتصادية وتحسين حياتها المعيشية لا أستطيع أن أقول أن عضو مستقل لديه برنامج انتخابي لأن علينا أن نثقف أنفسنا بالبداية كلمة برنامج انتخابي هي صيغة تضعها الأحزاب بحيث إذا استلمت الحكم وبالنسبة للحكمة المنتخبة يعني الحزب الفائز يشكل الحكومة ومن ثم ما طرحه من برنامج انتخابي يجعله برنامج عمل بما أننا بالكويت ما أخذنا التجربة الديمقراطية الكاملة يعني عملنا نظام هجين ما بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي يعني الديمقراطيات في العالم إما يكون نظام رئاسي مثل الولايات المتحدة أو مثل إيران أو مثل مصر ومثل بعض الدول أو نظام برلماني مثل بريطانيا ومثل الأردن والمغرب هذا يسمى نظام برلماني إحنا للأسف عملنا نظام هجين فبالتالي عضو مجلس الأمة لما يدخل وحيدا لا يستطيع أن يحقق شيء يحتاج إلى جهود زملاء أنا وقعت على وثيقة أسميتها وثيقة الإنقاذ الديمقراطي اختصارا تواد تواد هو تكتل وثيقة الإنقاذ الديمقراطي أريد من خلال أن أعمل مع الآخرين لا أريد أن أعمل وحيدا إذا أنا عملت بشكل مستقل بروحي ولم أحظى بدعم زملائي لن أستطيع أن أحقق شيء أنت عارف مجلس أمة إذا كل عضو بيقدم ما لديه من أفكار بيقدم قوانينه لن يأتي الدور على أي قانون أنا قدمه فبالتالي أنا بحاجة إلى الآخرين أيضا وقعت على وثيقة أخرى قدمها المحامي الأستاذ حمد المولى فيها 12 قانون مطلوب بشكل عاجل أقدم أول ستة شهر من العضوية بالتالي هذا أيضا برنامج هذه القوانين اللي في الوثيقة وثيقة الوطن هي قوانين ذات صبغة عدالية بمعنى تخص القضاء تخص مكافحة الفساد تخص تحويل كثير من الذين عبثوا بالمال العام إلى النيابة بشكل قاطع هذه القوانين تسد النقص اللي موجود حاليا لذلك بعض المواطنين يتعجب يقول شلون هذيل مثلاً غسيل أموال وما عملوهم شيء شلون هذيل سرقوا أموال الدولة وطلعوا منها شلون هذيل يعني خذوا أموال أهل الكويت وبالتالي سافروا بكل هدوء لذلك علينا تعديل هذه القوانين حتى لا يفلت أحد من العقاب وأيضاً من شأن هذه القوانين استرجاع هذه الأموال استرجاعها بكل ما أتينا من قوة أيضاً اللي أنا بحاجة له أن أقوم بتقديم قوانين ومتابعتها من أجل تحسين حياة الأسرة الكويتية لأن كثير من المواطنين يقول لك ما يخالف بس أنا كمواطن المجلس ما عمل لي شيء لما تسأل المواطن شلي تبيه من المجلس تكتشف بأن هناك قوانين تسمى القوانين الشعبوية شعبية يعني تتصل بجيب المواطن بشكل مباشر هذه من حق المواطن أن يرى مثلاً من أشياء اللي حدثت في مجال السابق مثل كرت عافية كان جيد مثل هذه الأشياء يعني إحنا إذا توسعنا في كرت عافية مثلاً وجعلناه بطريقة معينة كرت دولي بحيث المواطن لو كان في أي دولة في العالم تعرض لا سمح الله إلى حادث تعرض لا سمح الله إلى مرض يستطيع أن يعالج في الخارج بعد ما في شيء عندنا اسمه العلاج في الخارج عند كرت تروح تعالج في الخارج يعني بأي مستشفى تدخل وتعالج فيه الدولة تتكفل بتسديد هذه النفقات بحيث يصبح كرت عافية دولياً ليس فقط للمعالجة في الكويت إضافة إلى ذلك بعض القوانين التي تنظم الاقتصاد يعني هناك مشكلة كبيرة عند أي خضة اقتصادية أي هزة اقتصادية عندما تحدث أي هزة اقتصادية للأسف أول من يهدد الموظفين الكويتين العاملين في القطاع الخاص طيب القطاع الخاص الذي يدعي دائماً بأنه يسهم في دعم الاقتصاد الوطني تكتشف بعد ذلك أنه لا يقدم شيئاً للاقتصاد الوطني بشكل حقيقي لأنه عنده أي اهتزاز اقتصادي على طول يضحي بالموظف الكويتي لا يا سيدي الفاضل نريد أن نحمي هؤلاء الموظفين الكويتيين وبقانون سوف يعني من ضمن الأفكار التي أنا من 2015 تقريباً قدمتها أن يكون هناك ضريبة على الشركات الكويتية التي ليس لديها نسبة 50% من الكويتين موظفين إذا أردت أن تتخلص من الضرائب وظف 50% من موظفينك كويتين سواء كانوا متقاعدين سواء كانوا شباب المهم أن يكون موظف كويتي لديك بالتالي تتخلص من عبء الضريبة أما إذا أردت أن لا توظف كويتين تحمل الضريبة وبالتالي عندما تكون ضريبة على الشركات الكبرى سوف تقدم فعلاً خدمة للاقتصاد الوطني بهذه الطريقة الآن فقط ما ينتظره المواطن الفقير البسيط المسكين هو أن يؤمن في بلده من أي ضائقة مالية قد تواجهها مستقبلاً أو أي شعور بعدم الأمان في وظيفته لدى القطاع الخاص في هذه الفترة نحن بحاجة إلى الهدوء التام أي نوع من الهدوء الهدوء الدولي الإقليم من حولنا ملتهب الساحة السياسية فيها تقلبات كثيرة وتغيرات كثيرة وتبدل في الحلفاء نحن بحاجة إلى الهدوء التام بحاجة إلى اللحمة الوطنية أنا لا أستطيع أن أواجه خطر محدق من الخارج إذا كان المجتمع ممزق عندي بهذه الطريقة لذلك الآن على الحكومة أن تكون مصطرتها واحدة من الجميع وأن تتعامل بقوة ووضوح مع أي شخص يريد أن يمزق هذه اللحمة الوطنية وأن ترين الحكومة أيضاً أنها على مسافة واحدة من الجميع ترين العدل والمساواة لدى جميع الكويتيين على جميع اختلافاتهم ومكوناتهم في هذا المجتمع بالتالي إذا شعر أي مواطن كويتي بأنه لا يختلف عن المواطن آخر ولديه نفس الحقوق بالتالي يعطي الواجبات لأنه لا يمكن أن تطالب أحداً بواجبات دون أن تعطيه حقوق أعطى حقوق أول بعدين أطلب منه واجبات بالتالي علينا أن نحافظ على هذا الوطن لا سيما في ظل الأخطار المحتقة عندما تتأمل التاريخ تجد أن كل الأخطار الإقليمية التي واجهت لكويت تم واجهتها عبر اللحمة الوطنية عبر تعاضد أبناء الكويت عبر تعاونهم مع بعضهم البعض هكذا الكويت عبرت كثيراً من الكوارث التي كانت محيطة بها تأكد لو لم يكن هناك لحمة وطنية قوية بين الكويتيين لضاع هذا الوطن منذ أمد بعيد وأصبح طيّاً في صفحات النسيان لكن الحمد لله لدينا شعب واعي نراهن على هذا الشعب لدينا أيضاً حكومة نتمنى أن تتعلم من أخطاء الماضي وأن تنتبه للمستقبل السياسة الخارجية يرسمها سمو الأمير ونحن علينا أن نكون شعب متحد متوازن لا يضرب بعضنا بعضاً نكون على قلب رجل واحد من أجل أن يكون للكويت وجود وكيان مستمر لا سيما وأننا لا نعلم القادم من الأيام ماذا يمكن أن يحمل لنا من أخطار لا يوجد أي برلمان في العالم مو في الكويت بالعالم استطاع أن ينجز كامل أفكاره استطاع أن ينجز كل ما يريد تقديمه هناك قصور في العالم كله حتى الحكومات حتى البرلمان الذي يعني في حكومة منتخبة يعني النواب اللي أصبحوا برلمانيين وشكلوا حكومة أيضاً لا يستطيعون تنفيذ كل برنامجهم الانتخابي قد ينفذون يمكن 40% ويعتبر نجاح إذا نفت 40% هناك قصور نعم هناك قصور هناك إنجاز نعم هناك إنجاز وإن كان خجول إنجاز لا يستحق أن يذكر نعم واجهنا إخفاقات كثيرة لنسأل أنفسنا لماذا هناك إخفاقات في المجالس السابقة أولاً لوجود العمل الفردي العمل الفردي مصيبة في مجلس الأمة مذ العمل بالصوت الواحد الانتخاب بالصوت الواحد ولم يعد هناك وجود لتكتلات وكتل داخل البرلمان هذه الكتل من شأنها أن تتعامل بشكل واضح أمام قضايا تتعاون لمتابعة قوانين قدمتها بالتالي يكون هناك فعلاً تحقيق نجاح لمتابعة القانون لكن العضو المستقل شي سوي يقدم قانون وحياناً بعض الأعضاء يقدم ميتين قانون ميتين اقتراح بقانون طيب العبرة مو بالكام العبرة بالكيف من أي هذه القوانين اللي رح يطبق لذلك تأتي مسودات كثيرة يمكن لو تشوف القوانين اللي مقدمة لكل مجلس الأمة من أعضاء مجلس الأمة كل أعضاء يمكن لمألقوا غرفة تملأ غرفة فعلاً فعلاً ولكن هل لدينا الوقت الكافي لمناقشته؟ أبداً إذن نختار الجيد من القوانين على عضو مجلس الأمة اللي لا يفكر أن يقول والله قدمت ستين سبعين قانون مو صحيح قدم عشر قوانين وتابعها وحقق إنجاز أفضل من أن تقدم ميتين قانون أو ستين قانون دون أن يرى النور لذلك أول الخطوات التي ينبغي اتباعها هي إعادة تشكيل كتل داخل البرلمان الإخفاقات حدثت بسبب إيش؟ بسبب العمل الفردي النزعة الفردية في مجلس الأمة 2016 هي سبب إخفاقة نزعات مختلفة رغبات مختلفة هذه كلها تتصارع لا يوجد روح وحدة لذلك وكان هناك صراع سياسي طيب ايش دم بالمواطن؟ المواطن الفقير البسيط المسكين يفكر في تحسين مستواه الاقتصادي لو ركز كل أعضاء مجلس الأمة أنا مؤمن بأن أعضاء مجلس الأمة كلهم لديهم نفس الاهتمام بقضايا الناس البسيطة أنا مؤمن بهذا الشيء ولكن الصراع السياسي هو الذي شغلهم لو تركنا الصراع السياسي يعني لو أعضاء مجلس الأمة فكروا أن لا ينتموا إلى ذلك القطب ولا إلى ذلك القطب وفكروا في إنجاز ما يمكن تقديمه للمواطن لا يمكن عملوا شيء ولكن للأسف للأسف بعض نواب مجلس الأمة جعلوا مجلس الأمة ساحة لصراعات الآخرين من خارج مجلس الأمة أرادوا أن يراهم الآخرون ويقولون شوفوا إحنا قدينا الدور المطلوب لا الدور المطلوب تأدي للمواطن مش للقطب اللي للخارج لذلك من أول أولوياتي أنا أكون بعيدا عن صراع الأقطاب وركز بعملي وأرجو أرجو أن يكون المجلس القادم عشرين عشرين مجلس يتحمل مسؤولياته التاريخية وأن يفكر بالمواطن وأن يقدم شيء للمواطن وإلا كفر المواطن بالديمقراطية بعد ذلك تدري تدري شو المشكلة الكبيرة كثيرة من الشعوب حسدتنا على ديمقراطيتنا وإحنا للأسف للأسف بعض الكويتيين يتمنون العودة إلى نظام العشيرة نظام ما قبل العمل بدستور 1962 نظام يخلو من تحقيق الكرامة والحرية وما إلى ذلك هم يعتقدون بدون مجلس الأمة ممكن يعيشون حياة كريمة لا الحياة الكريمة يا سيدي بوجود مجلس الأمة ولكن عليها أن يكون مجلسا للأمة وليس مجلسا للغمة يعني أتمنى أتمنى من الناخبين عندما يذهبون إلى صندوق الاقتراع في يوم خمسة اثنين عندي رسالتين رسالة لمن سيصوت ابحث عن الأفكار لا تبحث عن الأشخاص صاحب الفكر سوف يقدم خدمة لبلدك أما شخص آخر أنت تفكر بمصلحة ذاتية ضيقة لن يقدم لك شيء فعلا لن يقدم لأولادك شيء لمستقبلك شيء الأمر الآخر لمن أراد أن يقاطع الانتخابات هؤلاء أقول لهم أنتم بهذه الطريقة تدمرون الديمقراطية عند المقاطعة ليش؟ لأنه عندما تقاطع في الحقيقة أنت تصوت للأسوأ عندما تقاطع ليش قاطعت؟ قاطعت لأنك تعتقد بأن أعضاء مجلس الأمة غير أكفى ممكن تغيروا في كثير من الوعود يا سيدي هناك وثائق تم طرحها من شأنها أن تحكم العلاقة بينك وبين عضو مجلس الأمة مثل وثيقة للإنقاذ الديمقراطي هذه الوثيقة اللي أنا قدمتها ووقع عليها مجموعة من المرشحين من شأنها أن تجعلني أجتمع مرتين بالشهر مع الناخبين الذين وقعوا عليها وبالتالي التشاور فيما بيننا حتى نستطيع تحديد بوصلتنا فبالتالي ما لك عذر أنت تقول العذر لنا عضو مجلس الأمة ثم ينحرف بعد أن يوعدنا وعود كثيرة ثم ينحرف يا أخي ما لك عذر أنا عندي وثيقة تحكمني بيني وبينك في وثيقة الأستاذ حمد المولى أيضا تحكمني طيب شنو العذر في ذلك اضغط بدل ما تقاطع اضغط على النواب الآخرين كي يوقعوا على وثيقة الأستاذ حمد المولى ولا خايفين من شنو شلي خاف منه مرشح ما يقدم ذمة المالية للمحامي شلي خاف منه مرشح ما يريد أن يلتزم بـ 12 مقترح بقانون جيدين يخدمون العدالة في الكويت ويحافظون على المال العام من اللي ينحاش من هذه الوثيقة ليش ينحاش المرشح ليش ينحاش ليش بعض المرشحين صدوا عن هذه الوثيقة بدل ما تقاطع روح اضغط على المرشحين الذين صدوا عن هذه الوثيقة يقول لهم وقعوا على هذه الوثيقة أنا ما قاطع وروح أصوت بالتالي أدعو هؤلاء الذين يقاطعون أن يفكر ويعيدوا التفكير لأن مقاطعتهم في الحقيقة تصويت للأسوأ وخذلان لمن يريد أن يصلح